انطلقت فعليات معرض القاهرة الدولي EECA Expo 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والذي يستمر حتى التاسع من مارس المقبل يشاركوا في المعرض الذي يلبي احتياجات الموطنين من سلع غذائية وأجهزة وملابس مختلفة القطاعات الانتاجية والمحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصدرية بتخفيضات تصل إلى 25% بتخفيضات تصل إلى 25% افتتح معرض القاهرة الدولي أبوابه للجمهور بمشاركة أكثر من 200 شركة متنوعة ويفتح أبوابه من العاشر صباحا حتى العاشر مساء شاركت بمنتجات أولادنا لأننا هدف المؤسسة عندنا أن نحول الأعاقة لطاقة وبالفعل قدرنا في المؤسسة نعمل ده مع أولادنا زاوي الاحتياجات الخاصة وشاركنا قبل كده في معرض تراصنا والنهاردة بنشارك في المعرض النهاردة بنقدم عدة منتجات منها جلد طبيعي منها كروشيه منها شغل اكسسوارات وبدأنا أن ندخلهم كمان مجال التفصيل نعملين تخفيضات بخصوص شهر رمضان طبعا نحن عندنا منتجات رمضان عندنا البلح الأسواني عندنا الطمر بتاع الوادي الجديد والوحات عندنا مقرمشات مصرية عندنا بهارات مصرية ففي نسخته السابع والخمسين صدف المعرض شركات بيع وتوزيع للمنتجات الأساسية والسلع الاستهلاكية من زيوت وسكر وأرز بالإضافة لشركات الأجهزة الكهربائية والملابس فضلا عن الجلود والمناحل أنا جبت شوية ملابس وشوية حاجات كده للبيت في حاجات بلاستيك وفي حاجات رمضان أنا شفت ملتجات غزائية من طمور وجبن وزيوت شفت أساس شفت إلكترونيات شفت جهزة منزلية ملابس والتخفيضات من عشر إلى حوالي خمسة وتلاتين في المية وجودة ففي كل سلعة لها تخفيض ما بين عشرين وما بين عشر في المية ففي تخفيضات في كل حاجة والله هي بالنسبة للهدوم واللبس هي أسعار أحسن من مبرة كثير يعني أعتبر ربع الثمن وستثمن كده يعني ويعد معرض القاهرة الدولي أحد أهم المعارض التي تسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات مما يساعد على رفع جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تنافسية كريم بيبرز التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر